الأخطاء الدفعية ويمكن شاكر اتكلم من شوية عن المميزات اللي ظهر بها حسنا عبد المجيد في أكتر من اللقطة وبكمل على كلامه اللي احنا لازم يدعم منتخبنا حتى لو فيه أخطاء وفيه مشاكل فنية ده أمر وارد وإحنا بنقول الأخطاء بننور النور ان احنا نعالجها قبل المباراة فرنسا بإذن الله بالضبط وده يمكن أمر منطقي وأمر طبيعي والناس طبيعي انها بتنتقد اللعيبة وطبيعي انها بتزعل من اللعيبة لكن ما ينفعش طالما المركب ماشية وإحنا مكملين في طريقة بالشكل ده ما نهدش في الوقت ده خاصة كما يحب نعمل إنجاز ما حصلش من ستين سنة فما ينجيش دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده نقول لللعيبة ده لأ انت أخطاءت هنا ونفضل مسكين على الواحدة هنبدأ معاك بالأخطاءات ده في عائلة زارة منتخب مصر وده يمكن نتجأ لحاجة طريقة لعبة منتخب مصر مع ميكالي من بداية دور المجموعات كنا احنا دايما بنلعب متأخرين تحت القورة في أغلب الوقت خاصة كمان قدام منتخب أسبانيا اللي هو واحد من أعلى المتشاطة اللي حنا لعبناها حتى تدرق في المتشاطة على المستوى الفني وصل لأعلى مرحلة لي قدام منتخب أسبانيا الراجل كان بيلعب كومباك طول الوقت كان قافل كل الخطوط فما كانش في المساحات الكبيرة اللي يقدر منتخب أسبانيا حتى لو كان بيلعب بالسكند تيم أو بعض اللعيبة اللي ما كانتش بتشارك بشكل أساسي إنها تجدها في دفاع منتخب مصر الأمر دا تحول تماما قدام منتخب براجوي اللي احنا بدأنا احنا اللي كنا ليد في الجيم ضغطنا بشكل كبير على منتخب براجوي واستحوزنا على الكورة طول الوقت تقريبا كنا احنا اللي معنا الكورة وبنضغط من قدام والعبتنا كلها كانت طالع لقدام فظهر مساحات كبيرة في خط ظهر منتخب تعال نشوف الحالات كده ونجيب حالات الدفاعية لمنتخب مصر والتمركزات الدفاعية دي ممكن الحالة اللي تكلم عنها محمود شاكر من شوية في ديئة ستة يمكن الكورة اللي نجح فيها حسن عبد المجيد مشي الفريمات كلها وراء بعض ونحرك الصور هتلاقي برضو الأخطاء وعملية الترانزيشنة بيقوم بقى منتخب براجوي واستغلال المساحات بالاندفاع كبير اللي عند منتخب مصر زهرت أكتر من اللقطة لو نكمل الفريمات نفس الكورة برضو اللي نجح فيها برضو حسن عبد المجيد وعطل فيها اللعب نفس الفكرة منتخب براجوي فضل سايب منتخب مصر بيضغط من قدامه بيفضل مساحات وهو بيحاول يستغل المساحة المجودة في خط ظهر منتخب مصر كل المشاة ديه كريمة تلاب تتقرر في كل الألعاب اللي يقدر منتخب مصر كان بيفقد فعل كورة في التلت الأخير ويقدر منتخب براجوي أنه يتحول بالكورة في التلت الأمامي ويقدر نشكل بخطورة على منتخب مصر حتى الهدف اللي جيه كان منتخب براجوي كان بييد لمبة حمرة كده كل شوية جماعة أنا هسجل بالطريقة دي أنا هسجل من قطر التمريرات اللي بتتلعب ما بين الاثنين مساكين سواء عمر الفايد أو حسن عبد المجيد أو حتى ما بين المساك والباك سواء ناحية الشمال اللي كان موجود فيها كوكا أو ناحية اليمين اللي كان موجود فيها أحمد عيد وكورة فضلت تتكرر أكتر من مشهد لحد ما جيه لقطة الهدف لو إحنا هنشوفها مع بعض من غير تدخل من ميكالي يمكن أنا كان عجبني ميكالي في مباراة أسبانيا لما بدأ أن يلاقي مشكلة ناحية كريم الدبيس وإنما كانش فيه مسامدة دفاعية من إبراهيم عادل قدر أنه يعالجها في شوط التالي بنزول الكوكا في المباراة دي فضل سايب الجيم خالص مفتوح يمكن دي لقطة الهدف الكورة دي تكررت أكتر من مرة وإحنا شوفناها مع بعض لحد ما جيه منها لقطة الهدف واستقبلنا الهدف بنفس الطريقة وبنفس الأخطاء في التمركز ما بين العيبة كان دائما فيه مساحات بين خط الظهر المنتخب مصر دا يمكن الناتج وراجع ليه إيه اللي احنا كنا بنلعب ضغطين من قدام فده أظهر مساحات كتيرة في منتخب مصر ممكناش بنلعب بالشكل ده في 3 ملشاط في دور المجموعات كانت محتاجة معالجة من ميكالي خلال المباراة واتمنى أنه يعالجها قدام منتخب فرنسا ما شوفنا منتخب فرنسا في الأربع ماتشاط احنا لقدر الله لو الأخطاء دي موجودة قدام فرنسا نزعل طبعا قدام فرنسا كوالة اللعيبة مختلف نزعل كوالة اللعيبة مختلف عندهم اتنين لعيبة اللي هم فوق السن فلاكازيت و و و ومهاجم كريستال بارسا ما تيت فالتنين بصراحة ما بيرحموش قدام الجوه فاللي انت تخلق كم المساحات دي كلها قدام منتخب بحجم منتخب فرنسا بكم السرعات اللي موجودة بكم الخبرات اللي موجودة في السناء اللي في الهو نزعل هنزعل صح